أعلنت الحكومة خلال اجتماع نيابي بداية الشهر الحالي تطور الفرق بين كلفة المحروقات والسعر المعلن منذ بدء سلسلة رفع الأسعار عقب تثبيتها لعدة أشهر في بداية العام الحالي ونعكسات ذلك على الإرادات الحكومية من الضرائب على المحروقات نبدأ من مادة السولار فبحسب الحكومة فإن الفرق بين التكلفة والسعر المعلن للمواطنين ملغ في شهر أيار 33.5 قرش لينخفض بعد سلسلة ارتفاعات إلى 21 قرشا وهو مؤشر على احتمالية رفع سعر اللتر للشهر المقبل أما البنزين 90 فقد كان الفرق بواقع 22 قرشا ونصف القرش في أول شهر لرفع الأسعار لينخفض الفرق إلى ثلاثة قروش ونصف للتر وهو مؤشر على احتمالية أن يكون شهر أيلول آخر رفع للأسعار أو تثبيتها بحسب متغيرات الأسعار عالميا أما البنزين 95 فقد بلغ الفرق بين التكلفة وسعر البيع 33 أو 23 قرشا ونصف القرش ليصل إلى سعر التعادل مع تسعر شهر آب وهناك احتمالية بحسب الحكومة تثبيت السعر أو تخفيضه لشهر أيلول الحكومة قالت أنها خسرت كثير من الإرادات خلال العام الحالي نتيجة تثبيت أسعار بيع المحروقات وكانت تصل في بعض الأشهر إلى أقل من الكلفة حيث سجل شهر كانون الثاني 74 مليون دينار وهو أقل إراد فيما جاء على إراد في شهر تموز بواقع 124 مليون دينار وبالنتيجة وبحسب ما أعلنت الحكومة فإن خسار الإرادات في آخر شهرين من العام الماضي نتيجة تثبيت السولار بلغ 36 مليون دينار فيما بلغت خسار التثبيت العام الحالي 440 مليون دينار ليبلغ إجمال الخسار من تثبيت الأسعار 475 مليون دينار فيما قدرت الإرادات من ضرائب المحروقات في الموازنة بنحو مليار دينار